في هذا الفيديو سوف أشارك معكم برنامج رهيب جداً بيمكنك من تنظيف الويندوز والجهاز بالكامل بالإضافة لحل جميع مشاكل النظام والأمان سلام عليكم شباب كي حاكم إن شاء الله ديمون كونوا بقال خير معكم أخوكم أحمد أرجع تلكم اليوم بمقطع السوري سنتوري جديد تعلم جمعة الخير سوف أشارك معكم برنامج رهيب جداً بيمكنك من تنظيف الويندوز والجهاز حل جميع الأخطاء والمشاكل اللي بتكون على النظام بالإضافة لبعض الخيارات الأمنية اللي بتتمكنك من إزالة أي ملفات تجسسية موجودة عندك على الجهاز كل هذا إخوان بشكل مجاني ما بيطلب منك أي مفتاح أو ترخيص برنامج مجاني 100% رهيب جداً ومصراحة وبالتالي رح يحسن لنا من أداء الجهاز خاصة على الألعاب فبدون ما نطول كتير يا إخوان زي ما بتشوفون قد لكم على هاي الصورة أغلى بسببت لي شاهدون القناة مش مشتركين فالله يسعد لي يا رب أتمنى لو تشاركوا فقط لنفعل زر الجرس وخلي الإشارات على الكل أوكي شباب اللي رح ستسبوه سالة جداً وبسيط رح تنزل له وصفة الفيديو في أول تعليق وتبت نضغط على رابط وننزل هون يخوان تحت آخر شيء ياخدنا لهذه الصفحة آخر شيء نحمل البرنامج المستخدم في الشرح يروح بينا للصفحة الموالية بنستنى تقريباً 15 تانية يخوان بعدها بنقوله الرابط جاهز ياخدنا للصفحة الموالية البرنامج حجمه 87.7 ميجا بايت بس بنقول لهم فري داونلود نجتاز كود الكابتشا إذا فتحت عينة في دمنبطقة هون بنسكرها آسف مرتاني يخوان بعتدير منكم كثير عارف انها مزعجة كثير يخوان فبنسكرها من هون أو هون نستنى يمر هادا العداد نتأكد من حجم الملم في 87 ميجا بايت اوكي شباب بيمر العداد بنقوله create download link بيتم تجهزة الرابط preparing download link ثواني كليك هير تو داونلود وبيبدأ معانا يخوان زي ما راح تشوفو هون بدء تحميل الملف حجمه 87 ميجا بايت نتأكد من حجم الملف في اخوان عشان ما نروح نحمل ملف تاني انا سبقوا حملة البرنامج فبعد ما بنحمل البرنامج يخوان بيجي بهذا الشكل نضغط كليك كيمين extract here استخراج للبرنامج اوكي وان عندنا ملفين اتنين بس احنا راح نروح زي ما حكينا لهذا برنامج مجاني مية بالمية بيفتح معانا البرنامج هون زي ما شوفوان يخوان المميز فيه زي ما حكينا واجهته البسيطة جدا وسهلة جدا يخوان في اليمين هون عندنا الرامات هون مستخدم منها تلاتة وتمانين بالمية اثنين جيجا رام مستخدم منها تلاتة وتمانين بالمية البروستر زي ما شوفوان هون السرعة هون تلاتة فاصلة تلاتة تلاتة بالمية والهارد درايف هون عندك القرص الخاص بي كمان المستخدم منه ده فتحنا التاسك ماناجر وجينا هون السي بيو زي ما شوفوان هون خمسة بين مية هاي ها نفس القيمة هاي الموجودة هون بيتلقاها هون الرامات نفس الشيء والديسك عندك نفس الشيء يخوان لو لاحطوا الهارد درايف حجمه ستين جيجا بايت زي ما شوفوان هون هون في عندنا سكان اند ريبير فحص واصلاح هون فاحنا رح نيجي هون ونقول له سكان هسا بيعمل فحص يا اخوان زي ما بتشوفون رجيسري اسوس الاخطاء الموجودة على ملفات الرجيسري الجانك فايلز الملفات المتراكمة ملفات غير ضرورية وبيتخزنها الجهاز ما في الها اي داعي التراكينج كوكيز الكوكيز الحبيب والا التتبع والسباي وير ملفات زي ما حكينا التجسس اللي بتكون على النظام الخاص بيك على حسب كل جهاز هو الوقت اللي بياخده هذا الفحص يا اخوان هون بيعطيلك عدد الاخطاء اللي لقاها 407 اخطاء ملفات الرجيسري كمان اثنين التراكينج كوكيز الحمدلله ما في اي اشي الجانك فايلز ملفات المؤقتة والغير ضرورية 500 ميجا مايت ممكن تكون اكبر 1 جيجا 2 جيجا 4 جيجا حتى هون التجسس ما عندي اي اشي والتراكينج كوكيز كمان ما عندي اي اشي بتيجي هون بتقول له كلين اند ريبير عشان انتم انضيف هاي الملفات يا اخوان خلص تم اصلاحها زي ما شفون 100% 100% تم انتخلص منها بالكامل اصلاح خطأين و 523 ميجا بايت ملفات تم تنظيفها في هون عندك اوبتيمايز اوبتيمايز بيعطيك هون اوكي تواني نكبري اخوان هون عندك البرامج بتشغل مع تشغيل الجهاز القائية بتشغل هاي البرامج فتيجي هون مثلا تضغط على هذا او بتقول لهون ديزيبل عشان ما يشتغل مع تشغيل جهازه وبالتالي نسرع من اقلاع الجهاز اخوان خطوة مهمة جدا بصراحة انت سووا هاي الخطوة لجميع هاي البرامج بيستناء السيكوريتي اخوان برامج الحماية السيرفس كمان هاي السيرفس والخدمات يخوان تقدر اتطفي اي خدمة من هذا الخيار اتوقفها على سبيل المثال عندي هون خيار سايسمان يخوان هذا الخيار اكيد لازم نعمله ستوب يخوان هذا لازم نوقف هذا الخيار فبتعمله بس ستوب سيرفس هون وبيتم ايقاف الخدمة انا بصراحة بوصي بس بس سايسمان اللي بتوقفه واسيب هاي الخدمات كلها وقف بس سايسمان هذا كروم جوجل كروم كمان اذا متبت عندك تقدر توقف بعض الخيارات فيه ايج كمان فاير فوكس جميع المتصفحات هذا الخيار اخوان امبروف بيرفورمانس اوف يور كومبيوتر بنقول له هون بدور لك اذا في اي ملفات فيها اخطاء بيتم تصليحها درايفرز بنشوف التعريفات المتبتة على الجهاز انستولر ويندوز اابس اذا بدك مثلا تشيل اي تطبيق تقدر تشيله من هذا الخيار تضغط عليه بس ضغطه وتقدر تعمله ازالة مايكروسوفت ايج كمان اللي من الصعب تشيله بالطريقة العادية تقدر تشيله من هون اه كمان تطبيقات الويندوز تقدر اي تطبيق من الويندوز تشيله من هون تطبيقات البلوتوير بتتيجي متبتة مع الويندوز هاي التطبيقات اخوان زي ما بنعرف بتستهلك كتير من موارد الجهاز سبينصح انك تشيل اي اشي ما بتستخدمه اه خلص هاردوير انالايزر بيعطيك جميع المعلومات الخاصة بجهازك كل المعلومات الخاصة بالجهاز الخاص بيك بتلقاه هون بروسيسور رامات موتربورد غرافيكس اي اشي خاص بجهازك بتلقاه هون وخلص السكر هون نروح مثلا على هذا الخيار بروسيس ماناجر وتيجي هون وتشوف العمليات اللي شغالة حاليا عندك على الجهاز اذا في مثلا اي عملية بدك توقفها او عملية كانت مستعصية ما بدها توقف تقدر اتوقفها من هذا الخيار تضغط عليها ضغطة بتقول له اند بروسيس اوكي خلص تم ايقاف العملية يا اخوان يعني بصراحة البرنامج بيوفر خيارات ممتازة جدا اوبديت هون تقدر تعمله اوبديت وتشوف اذا فيه تحديث جديد برنامج بسيط جدا مجاني بيصلح لكتير مشاكل ويفيد اكيد جهازك حبيت اشاركه معاكم يا اخوان عشان عاجبني جدا بصراحة خاصة انه مجاني بيوفرك جميع هاي الخيارات بشكل مجاني اسف يا اخوان الكاميرا اختفت عارف في بعض المشاكل عندي في الكاميرا في الاوينة الاخيرة حاول اصليحها وما يتكرر هذا الشيء ان شاء الله اتحلموني يا اخوان من اشتراكتكم في القناة دا ما كنتم مشتركين فعل زر الزرس وخلى الاشعارة عن الكل اللايك لهذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او فيديو استوري سنتوري قادم سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة